بسم الله في احدى المرات واحنا بنعمل بيم المنتجن في شركة من الشركات ومشارك في مرشوحي بيم والفريق كله بيم والناس كلها عارفة الريفت والبيم منظري بس لسه بالطبعه عملي ففي شخص من الشركة تعرفت عليه راجل كبير في السن ومحترم جدا ولاهيته قاعد طول يوم ما بيعملش حاجة فبس المدير قال لي لا السرق ده كبير في السن وكان شغال مانور كواس جدا وشغال كواس جدا بس خلاص بقي احنا احنا جدنا بقى في البيم والحاقيات دي كلها فخلي بقي قاعد Grantه وكران كده عشو تاع اقول له لا اigi ده اكتر واحد أنا عايزه في الفريق بتيعي ده اكتر واحد هيساعدني في تطبيق البيم ده اكتر واحد يساعدني في البيم المنتجن ده أنا عايزه معاي قلي أو هو شغل البيم ولا شغل ريفت غير طولر أنا عايزه لا عايزه يفتح ريفت ولا عايزه يفتح بيم عايزة بس معه خلاص قال لي خلاص ماشى الرجل ده اكتر واحد يعني فادي الفريق ليه لانه هو رجل خبرة وسلم حي كترة جدا قاله اربعين سنة عمالية بعد حاجاته يسلمها البلدية ففاهم ما تفكر في ايه و ايه اللي يوفق عليه فولتلو بص خليك انا هطبع لك حاجات ورق واطبع لك بدي اف ورجع عليها وقول لنا ده غلط انت القوات بتاعنا قول لنا ده غلط هنخش الصلاح يعني تقول لنا لا ده مشا ما بتاخدش من هنا لا ده سهم مفروض يبقى كده الحاجة اللي هي مفروض بنبعثها البلدية ويقول لنا لا ده عايز تعديل فانت خليك في جزء الكواليتي كنترول بحس تقدر تقول لنا ايه الصح او ايه الغلط و احنا نعمل ايه تمام فافدنا جدا بقى اكتر حد في الفريق بيفيد وبعد فترة عجب وموضوع البيم وبدأ طب ستاب لي البرنامج طب اشتغل عليه بس بفرد ان هو ما معربش من الحاجات ديت بس هو يعني افدنا جدا اللي هو ان انت استغله كل واحد موجود معاك ممكن دبقى انت تشغل في فريق وواحد عنده عيب العيب ده ممكن يكون ميزة لو انت عرفت تستغله صح تمام يعني كان في التايكوندو كان في واحد دليمين اتقطعت بس كان عايزي لها التايكوندو في المضارب قال له خلاص تعاله وعلمه بعد كافه يقال له حركة اسمها تشانغ بو الالعبها انا مش عارف اسمها طبعا فبقى اللي في اسم يعني مهما ما فيش حد يعرف كوري او البتاع المهم بقى يدخل البطولات ويلعب وفي الاخر يلعب تشانغ بو دي يكسب فبش عارف ليه فيه تكتيفة كده معينة فالراجل بيروح مستسلم احد يلعب بطولات لحد ما يقفز ببطولات كتراوي فبس المدرب قال له يعني ليش مان الحركة دي اللي انا بفوز بيها قال له وصل الحركة دي عشان الراجل يتخلص منك لازم ان هو يمسك يديك اليمين فهو بيجي يمسك ما بقليش حاجة خالص فعشان كده انت بتكسب لان عندك ميزة بيش عيب دمام احنا عندنا مثلا في مجال بيمة عربية بيشكل اللي موجودين يعرفوا بيمة بالعكس في بعض الناس خارج المجال الهندسي وخارج المجال البناء بيساعدونا في التصميم بيساعدونا في الترجمة بيساعدونا في المراجعة مشكورين ان ربنا جزيب خير ويعني فرصة ان انا اشكر كل الناس اللي تعبت معنا في بيمة عربية ربنا جزيب كل خير فعلا مجود رهيب ربنا يكرمهم ممكن واحد ما كنش بعرف التصميم بس يعرف الترجمة ممكن واحد يعرف الترجمة بس ما عرفش في التنسيق يعني كل واحد بيكمل تاني ولازم يبقى فيه فريق عمل وكل واحد يستفيد من اللي حواليه رسول الله سلام علمنا كده لما كان بيجي له مثلا خادم نوراليد طيب الراجل ده ما فهمش في الدين خلاص غليه قاعد بقى كده مدام بمفهمش في الفقه اخو الحاجات دي لا ده ده قاد عسكري يبعثوا فيه ناس مثلا عايزين اعتدوا علينا فقبل ما اعتدوا علينا يبعث لهم ضربة وكوئية بحس ان هم ايه يبايدوا عننا فاستغلوا يجيل واحد ما بفهمش فيه بس يفهم مثلا في اللغات زي ده منثابت مثلا طب خد انت تعلم اللغات وترجم اللغات في واحد مثلا حسابت شاعر فطيب اكتب شاعر في كذا ورد على كذا ده ما بيفهمش في العسكرية بش لازم يفهم في العسكرية ده بيفهم في حاجة تانية فالقصد ان كلنا مكمل بعض كل واحد في عنده ميزة وعيب وفي واحد بيفهم في حاجة ما فهمش في حاجة تانية فلازم اول حاجة تعرف نفسك تكتش في نفسك تكتش في القدرات اللي حواليك تقدر توظف الناس صح تقدر تاخد القرار اللي يفيد المجموعة او يفيد الناس يعني انا مكنتش المدير ومع ذلك دخلت وطول لأ انا عايز كذا كذا فتبقت تابع مبادر من سماية تابع مبادر يعني انت ممكن مكنش انت في وضع السلطة بس بتبادر بحالة المشاكل بتبادر باي مشكلة تلاقيها تحلها يعني كان في بيت شاعر كده بقول كدير اذا القوم قالوا ما فتا خليت اني عنيت فلم اكسر اللي هو ما اترددي يعني لما الناس تقول مي اللي يعني الموضوع دوت يبقى خلاص الناس دي اصدع علينا فانا ابادر واقول انا المفروض اعملها وادخل انا احل المشكلة ديت يعني مثلا في حاجة نزل جديد فعايزين حد يترجمها خلاص انا يدخل انا ترجمها في حاجة نزلت عايزين مثلا نتبحها نوزحها تلاقي الراجل عنده مبادرة غير ما حد يقول لازم انت اللي تروح هو يبادر ويعملها والحاجة دي كلها